النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري كان بيستعرض فيه حصاد أسبوعين من العملية الشاملة سيناء 2018 وانا عايز أعرض لحضراتكم مقاطع من هذا المؤتمر حضراتكم شفتوه بشكل كامس خلينا نركز على محطات أساسية فيه كلام وبتكلم في الأول أنه هذه العملية مستمرة حتى يتم اقتلاع واكتساس الإرهاب بشكل كامل من سيناء زي ما قلت لحضراتكم عندنا مرحلتين مرحلة الأولى هي مرحلة التطهير التي يقوم بها الجيش الآن وهذا تعهل من المتحدث العسكري بأن هذه العملية مستمرة حتى ينتهي الإرهاب بشكل كامل من سيناء يفلفص شوية يقاوم شوية يحاول يطل برأسه الكريهة شوية طبيعي جدا أنه ده يحصل لكن العملية مستمرة سمعوا يعني أول هذا المؤتمر اللي عقدوا المتحدث العسكري للجيش المصري ليتحدث معنا عن حصاد أسبوعين من العملية الشاملة سيناء 2018 في البداية أحب أن نطمن حضراتكم الشعب المصري على نجاح العمليات العسكرية حتى الآن وأن القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرون في دك معاقل الإرهاب في كافة ربوع مصر ومواصلة أعمال القتال والطمشيد وتنفيذ المداهمات الأرضية وملاحقة العناصر التكفرية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ده طبعا بالتوازي مع استمرار قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في مكافحة أعمال التسلل وتهريب الأسلحة والزخائر والبضائع على الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى لمنع تصرب العناصر الإرهابية من وإلى البلاد مع استمرار قوات مكافحة الإرهاب المشكلة من القوات المسلحة والشرطة المدنية وقوات حرس الحدود في أعمال التمشيد للطرق والضروب والمدقات بالظاهير الصحراوي غرب ويد النيل لملاحقة أي عناصر تكفرية وإجرامية مع قيام عناصر حرس الحدود بتأمين المجرى الملاحي مع عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس حفاظا على سلامة الملاحة بقناة السويس وتجديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر والمعديات المؤدية إلى شبه جزير السيناء ده طبعا مع استمرار باقي الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة باستكمال المهام المخططة وتنفيذ الكماء وتأمين الأهداف الحيوية بالتعاون مع الشرطة المدنية داخل المحافظات المصرية وبيتم تنفيذ حوالي خمسمائة كمين ودورية غير مدبرة يوميا على الطرق الرئيسية والظهير الصحراوي ده طبعا بالإضافة لقيام القوات المسلحة بتخفيف الأعباء عن مواطني سيناء وتوفير بعض الحسس التموينية للمواطنين في مناطق العمليات زي ما حضراتكو أنا سماتو بتعامل مع أنه هذا تجديد للعهد أنه العملية مستمرة حتى النهاية بشرح تكامل القوات اللي بتشتغل الجزء كمان المهم وهو الاهتمام والعناية بالناس اللي موجودين في سيناء لأنه أقول لحضراتكو أنه هؤلاء المدنيين في أهلنا في سيناء تحملوا الكثير جدا خلال هذه الحرب الممتدة على الإرهاب ولازالوا يقدمون يعني الدعم والمسندة والتفاهم لهذه الحرب وأدراكت ده القوات المسلحة فالناس بتباشر بشكل أساسي احتياجات الناس للأكل والشرب والسلع لأنه الناس أحيانا تخرجش من بيوتها فبيبقى فيه سلع يعني اللي بتقدمها القوات المسلحة بشكل مجاني تسهيل حركة دخول السلع المخفضة وعايز أقول لحضراتكو أنه فيه اجتماعات مستمرة يمكن بيعقدها المهندس إبراهيم محلب يعني مع نواب سيناءوة اللي هو أحمد جمال الدين اللي هو مستشار رئيس للشؤون الأمنية مع نواب سيناء ومع عدد من أبناء سيناء يعني تفاهمات حول تمرير السلع هناك الجزء الثاني بتكلم فيه المتحدث العسكري عن حصاد بقى العمليات بالأرقام وده هذه أرقام دقيقة جدا وممكن أنه النهاردة بيعلن بشكل واضح جدا أنه احنا عندنا سبع شهداء ارتقوا إلى الله في هذه العملية وفيه إصابة ليه ستة من أبطال ده الحصاد حتى الآن ما جرى بقى من تدمير وضبط ويعني تصفية اسمعوا المتحدث العسكري وهو يتحدث عنه خلال أسبوعين من العملية الشاملة الكيادة العامة فندم للقوات المسلحة حريصة على نشر نتائج العملية الشاملة بصفة شبهة يومية من خلال البيانات الرسمية للقوات المسلحة واللي بنرجو من حضراتكم الالتزام بها لعدم أو القضاء على الشائعات المغردة التي تمس بسير العمليات نهاردة فندم احنا في نهاية الأسبوع الثاني منذ بدء العمليات وسأكون بالقاء الضوء على نتائج أعمال القتال للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الأسبوعين الماضيين وكانت نتائج المدهمات تتمثل في الآتي تدمير عدد 158 هدف بواسطة القوات الجوية و413 هدف بواسطة المدفعية القضاء على 71 فرد تكفيري والقبض على خمسة آخرين القبض على عدد 1852 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية وتم فعلا الإفراج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا وتسلمهم كافة المتعلقات الشخصية تدمير 1282 وكر ومغزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والزخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات النسف اكتشاف وتدمير عدد 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها للعناصر التكفيرية مع اكتشاف وتدمير عدد 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة السي فور والتي اني تي ده بالإضافة لإكتشاف وتدمير وضب عدد 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية بالتوازي مع اكتشاف وتدمير وضب عدد 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والزخائر على الحدود الغربية وضب عدد 99 بندقية خرطوش مع اكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالتعاون ما بين قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وقد تم تدمير 53 مزرعة لنبات البنجو وضب 39.3 طن من المواد المخدرة و2 مليون ومئة ألف كرس مخدر ونتيجة الأعمال القتالية البسيلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 7 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 6 آخرين أثناء مدهمة البور الإرهابية وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم دويهم الصبر والسلوان هتوقف عند حاجتين في هذا الكلام أو عند رقمين زي ما حضراتكم شفتم بكلم على تفكيك 393 عبوة ضبط كميات كبيرة من C4 و TNT مواد المتفجرة لكن في رقمين رقم الأول وهو أنه تم تدمير 52 مركز إعلامي ومركزين إرسال للجماعات الإرهابية وعايز أقول لحضراتكم أنه المراكز الإعلامية أو يعني الخلال الإعلامية ومراكز الإرسال مركزين إرسال فيه شبكة للتواصل كانت بين هؤلاء الإرهابيين ويبدو أنه كانت بتستخدم ليه بس بعض المواد أو بعض الكلمات على محطات معينة يمكن أن يلتقطها الجنود تأثر على روحهم المعنوية فالنهاردة أنت ما كنتش بتحارب في سينة مجرد ناس قاعدين في كهوف يعني شوية قاعدين خلايا معهم شوية سلاح بيطلعوا يضربوا وخلاص لا أنت كنت تقريبا قدام جيش مصغر بيستخدم أحدث التكنولوجيا وبيستخدم أحدث الأسلحة وبيجيلوا مدد وعون من أجهزة مخابرات ترصد له أهدافه لأنه أنا أقول لحضراتكم مثلا العملية اللي تمت فيه مطار العريش اللي كانت بتستهدف الطيارة اللي كان هيستقلها وزير الدفاع ووزير الدخلية قلوا لي بالله عليكم تحديد الهدف بدقة وتحديد خروج الوزيرين بدقة وهيوصلوا إمتى والتصويب ده وراه جهاز مخابراتي عتيد بيقدم المعلومات وأنتوا عارفين أنه لولا قدر الله أنه الوزيرين وقفوا يتكلموا ففصل بالضبط 120 متر فإذا دي عملية كانت تكشف أنه أنت مش قدام مجرد مجموعات يعني مش هاتصية لأ دول ناس عندهم سلاح عندهم تكنولوجيا عندهم معلومات بيجيدوا مسألة الحرب النفسية كويس جدا عندهم دعم معلوماتي كويس جدا وبيواجهوا الجيش في سيناء والشرطة بهذه المعلومات وبهذه الأسلحة فده رقم مهم جدا بتكلم عن 52 خلية إعلامية أو مركز إعلامي ومحطتين إرسال يعني أنت بتكلم عن حاجة مجهزة للمواجه فتم تدمير وأعتقد أنه استهداف هذه المراكز الإعلامية ومحطات الإرسال كان مقصودا لشل الاتصال بين المجموعات الإرهابية الموجودة في سيناء وقد يكون هذا أحد الأسباب اللي بتسهل استيادهم بعون الله يعني يعني بيتم تصفية ناس كتيرة منهم وهؤلاء لا تأخذون فيهم رحمة الحقيقة لأنه هو كان بيستهدف لما تيجي نتعرف لما تيجي كل حكاية الحرب على الإرهاب دي تلخصها في حاجة واحدة أنه هذا الرجل يعني الذي يعتنق هذا الفكر الإرهابي كان عايز رقاب تكنتا يعني عايز رقاب تكنتا هم حطوا صراع جماعة صراع صفري يعني احنا يا هم انت دولة هم شوية صيع فما فيش تكافؤ في المواجهة الدولة تحمي نفسها وتحمي مؤسساتها وتحمي قوامها وتحمي أبنائها ضد هؤلاء الشرزمة يعني انه يغور مش مسألة هنا بقى انك تضحي بشوية عشان لا ما ضحيش بشوية انت بتواجه عدو واضح جدا يستهدفك ويريد قتلك فانت بتشن حرب واضحة جدا عليه ده الرقم الأولان رقم التاني وهو استشهاد سبعة من أبطالنا وإصابة ست أنا عارف انه الشهور المعنوية بيطلعوا يعني اسماء الشهداء وصورهم في توقيت معين احنا محتاجين انه ده يا جماعة يتم بسرعة يعني يا سادتنا يا كرام طلعوا لنا ده بسرعة نشوف شهداءنا وصورهم نحتفي بيهم نتكلم عنهم نقدمهم قدوة ومثل للجميع نقول للناس دول يا جماعة ماتوا عشان احنا نعيش يعني يعني فعزائنا طبعا لأسارهم وعزائنا للقوات مسلحة وعزائنا للشعب المصري كله في الشهداء السبعة اللي ارتقوا في العمليات شاملة سيناء 2018 والمصابين ان شاء الله ربنا ياخد بيدهم لكن زي ما بقول لحضراتكم ياريت يتم الافصاح عن اسماءهم وحكاياتهم بسرعة لانه ده على الاقل حقهم علينا وده اللي نقدر نقدمه لهم اني نساهم في ان يظل ذكرهم باقيا وخالدا على قدر ما نستطيع